في عصر حاكم الفاطم الخامس المستنصر بالله طربت مصر مجاعة قعدت من سنة 1065 لحد سنة 1072 قعدت بالصبت سبع سنين اتسمت في تاريخ الفترة دي بالشدة المستنصرية اهلا بكم في حلقة جديدة من اسمع مني الشدة المستنصرية مجاعة ضربة مصر وتعتبر من اشد الازمات اللي مرت على الشعب المصري كان سبب المجاعة الرئيسي انخفاض منسوب مياه النيل كان في حبة اسباب تانية منها تدخل ام المستنصر في امور الحكم بشكل ملحوظ جدا لدرجة انها كان كل اسبوع واوقات كل يوم تغير وزير وكلمة وزير هنا يعني مش وزير مقتص او بالمعنى المعروف دلوقتي انه هو مثلا مقتص بالدخلية او الاقتصاد او لا هو شكل زي شكل رئيس الوزراء حاليا مختص بكل حاجة في الدولة السبب الثالث كان الجيش الفاطمي كان عبارة عن تلت اقسام قسم سوداني وقسم تركي وقسم بربري القسم التركي اتفق مع القسم البربري ان هما يخرجوا السودانيين برا القهرة وفعلا طردوهم ولما وصل لعساكر السودانيين للصعيد افسادوا نظام الرأي وده كان سبب انخفاض منسوب مياه النيل وبعد ما طرد الاطراق السودانيين برا القهرة تجهوا للبربر وطردوهم من واجه بحري وسيطر على القهرة وسرق قصر الحق وقطعوا طرق النقل والتجارة اللي بين القهرة وبقية الاقالين في مصر ومن هنا بدأت المجاعة الكبرى في مصر بيحكي لنا المؤرخين ان من شدة الجوع اكل الناس كلاب والقطط لدرجة التسعيرة بتاعت كلاب والقطط كان الكلب خمس دنانير والقطط تلت دنانير بيحكي لنا من اياس ان اشتد الامر بان الراجل يخطف ابن جاره ويأكله وان القوي لو قدر على الضعيف في وسط الشارع يتبحه ويأكله ومن العجاب اللي محدش ممكن يصدقها ان في جماعة عملت كلاليب وخطفات وقعدوا فوق البيوت وبدأوا اللي لقوه ضعيف يخطفوه ويتبحوه ويأكلوه حكي لنا كمان ابن اياس ان الوزير اللي كان متحكم في البلد وقتها كان عنده بغلة واحدة بيركبها بيروح يقدر بها مشاويره فمرة راجع على بيته حط البغلة قدام الباب وقال لغلة بتاعي احرصها صحي تاني نوم الصبح لقى البغلة مسروقة قرر الوزير انه دور على الحرامية وفعلا قدر يقبض عليهم واعدمهم وعلقهم على الشجر بحيث انهم يكونوا عبرة للناس عشان محدش يعمل كده تاني صحي تاني يوم لا اللي متعلق على شجر مجرد حياك العظمية الناس قطعت الحرامية واكلتهم ومن الروايات التانية ان كان فيه حارة اسمعها حارة الطبق الحارة دي كانت عبارة عن عشرين بيت كل بيت تقريبا بألف دينار حاجة زي كده يعني اتباع العشرين بيت بطبق من عشرين رغيف كل بيت تم نور غيف ومن هنا تسمت محارة الطبقة ومن احصائيات المجاعة ان ممكن اهل بيت واحد يموتوا في نفس الليلة وكان بيموت في اليوم الواحد الف بني ادم ووصل عدد بعد كده لعشر تلاف ووصلت ايام لتمنتاشر الف بني ادم بيموتوا في نفس اليوم فضلت المجاعة بالشكل ده لحد ما وصل عدد ضحاياها لمليون وستمائة الف بني ادم طبعا المستنصر وصلته لازمها لدرجة انه ما بقاش عنده حمارة يركبها وباع الرخام بتاع الابور بتاعت الحكام اللي قابليه من الفاطمين عشان بس يعرف هيكل ويأكل عياله في الاخر كده ظهر واحد اسمه بدر الجمالي بدر الجمالي ده كان والي عكة اشترط على المستنصر انه يسيب له دارة حكم مصر والمستنصر واقف قال له خلاص بين ايديك قدر بدر الجمالي انه يطرد العسكر اللي كانوا سبب المشكلة دول من مصر ويرجع طرق النقل والتجارة مرة تانية واول حاجة بدأ بيها انه ظبط نظام الراي مرة تانية وابتدى يهتم بالزراعة اصدر منشور للفلاحين ان كل فلاح هيسيبه تلات سنين يزرع ارضه ومن بداية السنة الرابعة هيبتدي يلم الدرايب وبعد كده فاض نهر النيل مرة تانية وقدرت البلد تقف على رجلها تانية وانتهت المجاعة بعد ازمة عاش فيها المصريين احوال وطبعا المصريين خلدوا ذكرى بدر الجمالي انهم سموا حي من احياء القاهرة على اسمه حي الجمالية انتهت حلقتنا لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتسيب لنا رأيك في الكممنتات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته